تحية طيبة عزالة المتداولين انتعشت الأسهم الأمريكية لأسبوع الماضي حيث استأنفى الممثل التجاري وزير الخزانة الأمريكي محادثات التجارة في بكين أولا ارتد مؤشر اس بي 500 بنسبة 1.2% مع استمرار انعكاس منحنى العائد بينما ارتفع مؤشر ICE للدولار الأمريكي بنسبة 0.7% ثانيا انخفض مؤشر نيكاي وهانكس هانك في حين استعاد 4 من بين 6 مؤشرات عالمية كبرى خسائر الأسبوع الماضي كما سجل مؤشر داو جونز أكبر انتعاش فقد ارتفع بنسبة 1.5% ثالثا عكست 4 من أصل 6 عملات رئيسية ديناميكيات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي في حين أن نطاق التقلبات لم يتغير كما كان الباوند هو القائد من حيث النسبة المئوية للتغير فقد انخفض بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي حيث رفض البرلمان البريطاني صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة السالسة الأسبوع الماضي مما ذات خطر خروج بريطانيا من الاتحاد هذا الأسبوع يجتمع البنك الاحتياطي الاسترالي يوم السلساء ويتوقع المحللون أن يحافظ على ثبات السياسة في وقت تتخفض في توقعات النمو وسيصل النائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى واشنطن يوم الأربعاء لمؤسرة المفاوضات التجارية والتي وصفها وزير الخزانة في تغريدة له بأنها بناءة ويوم الجمعة من المتوقع أن يعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الرواتي غير الزراعية بمقدار 175 ألفا في مارس تمنيتنا لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر